اشتركوا في القناة سيكون كتاب تهذيب الأخلاق للمسكوي فإن شاء الله سنبدأ الآن وإن شاء الله البرنامج سيكون 40 إلى 50 دقيقة نقاة أو محاضرة ثم يليها جولة أسئلة وسنمرر لكم إن شاء الله هذه البطائق لكي تكتبوا عليها أسئلاتكم وإن شاء الله نرجو منكم أيضاً أن تنظروا إلى المرفق الذي يوجد أمامكم لرؤوس أقلام النقاش وأيضاً يوجد استبيان لكم إن شاء الله تفيدونا لكي نحسن البرنامج ونأخذ من رأيكم واقتراحاتكم ونبدأ إن شاء الله بسم الله على بركة الله ونقدم الدكتور معتزي الخطيب له الكلمة يزاكم الله خيراً على حسن الاستماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والآل وصحابي أجمعين وبعد حديثنا اليوم كما قال الأستاذ سليمان عن كتاب مركزي في الحضارة الإسلامية وهو كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير العراق للإمام مسكوي عناصر المحاضرة أو خطة المحاضرة كما خطة المحاضرة لهذا اليوم ستكون كما هو بين أيديكم سنبدأ بمقدمة عامة كمدخل لهذا الموضوع وبعد ذلك نتحدث عن مسكويه اسمه وشخصيته ثم بعد ذلك ننطلق إلى الحديث عن زمان مسكويه ومحيطه العام محيط الثقافي والاجتماعي بعد ذلك سنتحدث عن مشروع مسكويه والسياق الفكري والثقافي ثم نأتي إلى الحديث عن الكتاب نفسه ونقدم خلاصة عنه كتاب تهذيب الأخلاق ونختم بالحديث عن تلقي هذا الكتاب سواء في الأزمنة كلاسيكية أم في الأزمنة الحديثة نبدأ بالحديث عن مسكويه تحديداً ولماذا اخترنا هذا الكتاب كتاب تهذيب الأخلاق كتاب مركزي في الحضارة الإسلامية كما قلت وهو يحال إليه عادة في بعض كتب التراجم بكتاب الطهارة والطهارة هنا تحيل إلى الطهارة المعنوية وهي تختلف عن كتاب الطهارة الذي عرفه الفقهاء وهذه تسمية طريفة ترد في بعض كتب التراجم وهذا الكتاب ينتمي إلى القرن الرابع الهجري والقرن الرابع الهجري قرن مهم ومركزي في تاريخ ثقافي والفكري للحضارة الإسلامية لماذا؟ لأنه شهد نهضة إسلامية كبرى وخصبة في العلوم والفنون المختلفة في تاريخ الحضارة الإسلامية وخاصة في التاريخ المعرفي والثقافي ولذلك مما يدل على أهمية هذا القرن أن النديم ألف كتابه الفهرست في هذا القرن وصل فيه إلى سنة 377 للهجرة فحاول أن يصنف العلوم والمعارف التي كانت سائدة إلى حدود القرن الرابع الهجري وتحديدا إلى سنة 377 أيضا مما يدل على أهمية هذا القرن ومركزيته في تاريخ الحضارة الإسلامية قرن الرابع الهجري نحن نتحدث عن القرن الرابع أن المستشرق المعروف أدم متز كتب كتابا عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أيضا زكي مبارك كتب كتابا عن تطور النثر العربي أو النثر الفني في القرن الرابع الهجري ومحمد أركون كتب كتابا عن نزعة الأنسنة في القرن الرابع الهجري فكل هذه الإشارات تدل على مركزية هذا القرن الرابع تحديدا وأن له اهتماما خاصا في تاريخ الفكري والثقافي من نواحي عديدة طبعا الذي يهمنا هنا هو هذا الكتاب وموقعه في هذا القرن أو في خارطة المعرفة الإسلامية حتى حدود هذا القرن الرابع الهجري وذلك أنا سأؤكس تحديدا على كتاب ميسكوي تهديب الأخلاق خاصة والإسهام الأخلاقي المشروع الأخلاقي لميسكوي من الطريف طبعا أهمية كتاب ميسكوي أيضا له أهمية أخرى وهي أننا لا نجد النديم مثلا لا يحيل إلى فن محمد الله محمد الله وهذه ملحوظة ولم أجد ذكرا لميسكوي على الإطلاق في كتاب الفهلس للنديم ولا لكتبه حتى وهذا قد يحيل إلى مسائل متعددة لن أخوض فيها الآن عندي عدة احتمالات في تفسيري هذه الملاحظة لكن دعونا نبدأ بالحديث عن ميسكوي نفسه اسمه أحمد بن محمد أبو علي طبعا اضطربت المصادر في تحديد لقبه هل هو ميسكوي أو ابن ميسكوي لن أخوض في تفاصيل عديدة ولكن الصحيح أنه ميسكوي من دون ابن والذين ذكروا أنه ابن ميسكوي أخطأوا لإعتبارات متعددة أنه ميسكوي في كتبه المخطوطة حتى في عدد من كتبه المخطوطة تختم باسمه بأنه ميسكوي مثل الحكمة الخالدة مثل كتاب تجارب الأمم مثل بعض كتبه الأخرى أيضا يا قوت الحاموي قال هو ميسكوي ابن حجر قال هو ميسكوي وليس ابن ميسكوي وأن ميسكوي لقب له معاصروه قالوا أنه ميسكوي وليس ابن ميسكوي مثل أبي حيان التوحيدي مثل أبي سليمان المنطقي مثل الآخرين عموما ميسكوي يتسم بثقافة موسوعية متعددة أوصاني المترجم أن لا أعجل عليه فقلت له هذا خلق يغالبني وأغالبه سأحاول أن تخلق بالبطء فوصف الميسكوي بأوصاف متعددة نظرا لثقافته الموسوعية قيل إنه لقب بالفيلسوف ولقب بالحكيم والطبيب والمؤرخ والأديب والخازن والنديم ومن اللافت أيضا أنه لقب بالمعلم الثالث في بعض المصادر المتأخرة نحن نعرف أن المعلم الثاني هو الفرابي الفيلسوف المشهور والمعلم الأول كما هو معروف عدستو في الثقافة العربية كما لقبته الثقافة العربية كان ميسكوي من أعيان القرن الرابع الهجري عاش معظم حياته متصلا بالملوك والوزراء والأكابر كان على صلة وثيقة بعضد الدولة ملك عضد الدولة أحد ملوك الدولة البويهية والملك صمصام أيضا صمصام الدولة بعدد من الوزراء منهم ابن العميد وابن سعدان ووزير المهلبي وآخرين أيضا كان على صلة بعلماء عصره أحيانا كان كان نديما لبعضهم وكان كاتما سر لبعضهم الآخر كان خازنا لمكتبة أحد الوزراء ابن العميد وهو ابن العميد هذا مهم في التاريخ الثقافي أيضا لعدة اعتبارات لن أخوض فيها حتى لا يدري كان الوقت لأن لديما تفاصيل أخرى مهمة أريد أن أركز عليها أيضا تذكر بعض كتب تراجم أنه كان رسولا أيضا كان يرسله عضد الدولة كان من ندمائه ومن رسوله أيضا من اللافت أنني تنبهت وكما تنبه غيري قبلي عدد من 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 انشغلوا بمسكويه قبلي تنبهوا إلى مسألة مهمة وتأكدوا منها بنفسي وهي أن كتب المصادر والتراجم شديدة الاقتضاب في الحديث عن مسكويه يعني لا يوجد أي تفاصيل عادة تركز على فقرة أو فقرتين في الحديث عن مسكويه فقط ولا تتحدث إلا عن شغله والمناصب التي تتولاه وعن بعض مؤلفاته ولكن لا تعطينا كتب التراجم لا المعاصرة له ولا اللاحقة عليه لا تعطينا أي تفاصيل عنه وبعضها ينقل من بعض لعل الكتاب الأبرز الذي يتحدث عن مسكويه وأعطى تفاصيل هو كتاب أعيان الشيعة هو كتاب متأثر للأمين العاملي انشغل بعض الكتاب بأن مسكويه شيعي أو غير شيعي رجح بعض الكتاب أنه شيعي والمذهب استدل على ذلك بعدة قرائن لن أنشغل بهذا وأعتقد لست متأكدا إن كان شيعيا هناك قرائن تدل على أنه شيعي ولكن لا استطيع الجزم جزم عبدالعزيز عزت بأنه شيعي وله قرائنه وإثباتاته على ذلك وكما قلت أعيان الشيعة جعله من أعيان الشيعة صاحب كتاب أعيان الشيعة جعله من أعيان الشيعة بعض الكتاب أيضا من الإيرانيين اهتموا به واحتفوا به احتفاء كبيرا وذلك كتبعت عدد من كتبه في إيران واعتبروه إيرانيا يعني هكذا وصف ولقب بأنه إيراني وهذا من الطرائف طبعا لأنه طبعا كان من أصل فارسي ولكنه ليس إيرانيا بالتأكيد يعني من الري كان رزيا ولكن إيران الدولة وجدت بعد ذلك المهم سننشغل بأفكاره أكثر من الحديث عن مذهبه وعن شخصيته ماذا عن زمان مسكوي تحديدا مسكوي ولد سنة 320 للهجرة في حدود 320 وتوفي سنة 421 سنة 421 يعني أنه عاش نحو مئة سنة تقريبا وقلنا أنه ينتمي إلى القرن الرابع وبداية القرن الخامس للهجرة ولكن يبدو أن نشاطه وقوته تكثفت في القرن الرابع للهجرة تحديدا وليس في فيبدو أن نشاطه وقوته تضاعفت في القرن في بداية القرن الخامس للهجرة لعدة اعتبارات يبدو أنه تفرق في بداية القرن الخامس للهجرة إلى التدريس وإقراء ما كتب وإلى الرد على منتقده من خصومه يعني مثلا مما يدل على أنه ربما قوته فترت في بداية القرن الخامس للهجرة أنه مثلا وعد في كتابه تجارب الأمم دعا الله أو رجا الله أن يختم كتابه بالحديث عن سيرة عدود الدولة وعدد الدولة توفي سنة 372 للهجرة ومسكويه توقف في التاريخ عند سنة 369 مع أنه توفي 421 يعني أنه بقي نصف قرن سكت عن التاريخ فيه ولا أدري عندي جملة من الاحتمالات حول تفسير هذا لن أخوض فيها الآن أيضا ربما بعض هذه الاحتمالات سأشيروا إلى احتمال واحد منها وأنصرفوا إلى غيره أغلب الحلقات التي كان منخيطا فيها في ذلك الوقت أغلب رموزها توفوا في أواحل القرن الرابع الهجري فيبدو أنه عاش وحيدا مغتربا في بدايات القرن الخامس الهجري كما أن غريمه ابن سينة كان يستطيل عليه ويذمه ويشتمه ابن سينة كان فتا صغيرا أيضا فربما كان يحاول أن يكتسب شهرة بالنيل من مسكويه عموما كما قلت خدم مسكويه في العديد من الملوك من ملوك دولة بني بويه ودولة بني بويه بدأت سنة 334 للهجرة واستمرت إلى حدود 447 في زمن دولة بني بويه كان الرسم للخليفة الخلافة في بغداد والسلطة والنفوذ للبويهيين الذين استولوا على السلطة الفعلية بينما كان الحكم الشكلي والإسمي فقط للعباسيين والبويهيون كانوا شيعة وكانوا فرسا أيضا ولكن اهتموا اهتم بني بويه بالعلوم الدنيوية فأكرموا أهلها وبذلوا لهم المال الكثير ويذكر مسكويه تحديدا نفسه يذكر أن عضد الدولة أفرد لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضعا يقرض من مجلسه فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة آمنين من السفهاء ورعاء العامة يذكر هذا في آخر سنة في حوادث سنة 369 للهجرة والعلوم الدنيوية التي انشغلت نشطة في القرن رابع الهجري تحديدا في ظل بني بويه كانت تشتمل على الفلسفة والتاريخ والطب والجغرافيا والرياضيات والطبيعة إلى غير ذلك ولكن المهم أن نشير هنا إلى ثلاثة مظاهر مهمة في هذا القرن الرابع الهجري لعلها ساهمت إلى حد كبير في النشاط الثقافة العربية والإسلامية في هذا القرن وفي ازدهار الفنون والعلوم المظهر الأول هو المجالس التي كان يعقدها هؤلاء الوزراء والملوك في دواوينهم وقصورهم من هؤلاء مثلاً كما ذكرت الذين ذكرتهم عضو الدولة وابن العميد وابن سعدان كانت لهم مجالس يقربون فيها العلماء والحكماء والطباء والمثقفين من مختلف الفنون وتدور مناقشات علمية مفصلة في هذه المجالس والمنتديات العلمية أيضاً كانت هناك مجالس للعلماء لم تكن تلك المجالس قاصرة على الملوك والوزراء فقط بل كان هناك مجالس للعلماء ومن أشهر أصحاب تلك المجالس أبو سليمان المنطقي المنطق أبو سليمان هذا كان شيخ عصره في المنطق ولذلك شمع أبا سليمان المنطقي وكان يلازم داره لدمامة في خلقه وكان لا يخرج من داره وكان شخصاً يقصد ويرحل إليه ولذلك يتحدث كثيراً أبو حيان التوحيد عن تفاصيل ما يدور في هذه المجالس في كتابه الإمتع والمؤانسة والموضوعات التي كانت تناقش في ذلك الحين في تلك المجالس إذن المظهر الأول في هذا الزمن هو وجود المجالس والمنتديات التي كانت تعمر بالعلماء والفقهاء والحكماء وغيرهم المظهر الثاني وجود انتشار وشيوع ظاهرة الولع بجمع الكتب ونشوء مكتبات خاصة وكانت هذه المكتبات تتاح لطلبة العلم والمهتمين ولذلك كما قلت مسكويه نفسه كان خازناً لمكتبة ابن العميد الوزير وابن العميد كان عنده مكتبة ضخمة وكان الخازن على هذه المكتبة هو مسكويه في حدود سنة 355 للهجرة كولية خزانة هذه المكتبة وبالتالي اطلع على مصادر هائلة من خلال هذه المكتبة والمكتبات الأخرى أيضاً المظهر الثالث نشوء دور للعلم والتعليم وكانت قاصرة أو مخصصة للحديث عن التعليم والتدريس وإجراء الأرزاق كان هناك أرزاق ومرتبات خاصة تخصص للذين يتعلمون في هذه الدور وكان لكل دار أيضاً مكتبة خاصة بها في هذا القرن الرابع الهجري إذن حياة مسكويه اندمجت في حياة ملوك بني بويه بني بويه ووزرائهم وهذا ترك أثره على حياة مسكويه العقلية والمدية كان ثرياً وأيضاً على مكانته وحضوره في المجتمع فكان ثرياً أحياناً كان يأخذ أكثر من المرتب في نفس الوقت لأنه كان يعمل خازناً وكان نديماً والندماء كانت له مرتبات كبيرة في ذلك الوقت ربما هذا الذي أثار حنقى معاصره أبي حيان توحيدي أبو حيان مدحه في موضع وشتمه في موضع آخر ووصفه بالبخل أنا أعتقد أن أبو حيان طبعاً كان رجلاً فقيراً ويكاد يكون معدماً وكان رجل يبدو نفسيته لم تكن سوية في آخر عمره حرق كتبه وقال إن شاء الله عنه ما حدا قرأه فظن ذي علمه على الناس فحرق كتبه وكان فقيراً كما قلت لعله كان يرجو عطاء مسكويه ومسكويه ما عطاء فلم ينلمنه شيئاً فشتمه بعد ذلك أيضاً كان أبو حيان حاول أن يتقرب من بعض المجالس هذه التي كان مسكويه وجيهاً فيها ومسموع الكلمة ويبدو أنه فشل في ذلك فطبعاً نقم على مسكويه عموماً المهم أنه من هنا ننتقل إلى المحور الثالث والرابع مشروع مسكويه وسياقه مسكويه تحديداً عاش انشغالات من نوعين في القادم الرابع الهجري الانشغال الأول هو الانشغال العلمي وهذا الانشغال العلمي كان مرتبطاً بالمجالس التي كان منخلطاً فيها والتي كانت تدور في زمنه مجالس العلماء والملوك والوزراء ومجالس العلماء أيضاً من جهة والمكتبات التي كانت على صلة بها والمكتب الخاصة المكتب التي كان خازن عليها والتي كانت فيها كتب نادرة وهائلة أعتقد فيما أذكر أنني قرأت أن ابن العميد هذا كانت مكتبته عامرة وسرق قصره مرة جاء الوصوص وسرقوا قصره فأول شيء سأل عنه هو المكتبة فلما سأل عن المكتبة قالوا له المكتبة كما هي لم يمسها شيء فقال فسري عنه ولم يعبى بأي شيء آخر لكثرة ما كان فيها من النوادر الانشغال الثاني هذا الانشغال الأول انشغالات علمية مختصة بكما قلت النقاشات العلمية والمكتبات والإنتاج المعلي في الذي كان حتى زمن مسكوي والانشغال الثاني هو الانشغال الاجتماعي كما قلت هو كان مقربا في دواوين الملوك والوزراء فكان منخريطا في الحياة السياسية في دواء الحكم من جهة وكان منخريطا في التاريخ الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والتاريخية خاصة أنه كتب تاريخا كما قلت تجارب الأمم وتعاقب الهمم وهو كتاب مهم سأتي عليه لاحقا إذن حتى إنه ينظر إلى التاريخ بوصفه تجربة عملية تجربة عملية والتالي كان منخريطا في سياق الاجتماعي كل هذا سنجد انعكاساته هذه الانشغالات ذات النوعين أو الشقين ستترك أثرها على كتابات مسكويه نفسه فكتب مسكويه في فنون عديدة كما قلت هو انشغاله ذو طبيعة موسوعية شأن ذلك العصر القرن الرابع الهجري وكتب في كتابات مختلفة ولكن اللافت أن أغلب كتاباته يدور حول محور واحد وهو الأخلاق الفلسفة الأخلاقية مثلا من الكتب الأخلاقية تحديدا التي سنكز عليها وهي ترتيب السعادات ومنازل العلوم كتاب ترتيب السعادات ومنازل العلوم وكتاب الفوز الأكبر وكتاب الفوز الأصغر وكتاب تهذيب الأخلاق الذي نتحدث عنه اليوم وكتاب رسالة في ما هي العدل وكتاب الحكمة الخالدة وكتاب آداب الدنيا والدين هذا الكتاب مفقود لا نعرف عنه شيئا وهو يذكرون بكتاب الماوردي وكتاب ذكرت بعض كتب تراجم له كتابا بعنوان تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين وهو يذكرون بكتاب آخر للراغب الأصفهاني وهذا مفقود أيضا لا نعرف عنه شيئا أيضا له كتاب تجارب الأمم وتعاقب الهمم وغيرها من الكتب كتب حتى في الطبيق وفي الأدوية والأدوية المفردة وفي الطب وفي المنطق وفي غير ذلك له تعليقات منطقية وله رسائل فلسفية عديدة الملمح إذن كما قلت الملمح الأخلاقي وبارز جدا في حياة وفي مؤلفات ميسكوي فمعظم مؤلفاته يتصلوا بالتصور الأخلاقي الفلسفي الذي كان سائدا حتى ذلك الزمن من اللافت أيضا أنه حينما كتب تهذيب الأخلاق اعتبره كتاب في الأصول ولما كتب الحكمة الخالدة قال أنني لن أخذ في الأصول لأنني أخذ فيها في التهذيب وهنا هذا كتاب في الأجزاء أو في التفصيلات أو في الجزئيات فلعله يتصور ضمن مشروع متكامل في تصوره أنه كتاب التهذيب في الأصول وكتاب الحكمة الخالدة في الجزئيات والآداب العملية فميسكوي من المهم أن نشير إلى أن ميسكوي مؤرخ من نمط مختلف ومغير لمن سبقه من المؤرخين سبقه طبعا مؤرخون مشهور أشهرهم طبري كما نعرف الذي توفي سنة 310 للهجرة فالتاريخ لدى ميسكوي تجربة وعبرة عبرة تستفاد وليس مجرد أحداث يعني البعد الأخلاقي حتى ملحوظ نجده ملحوظا في نظر ميسكوي في كتابتي للتاريخ فهو لا يؤرخ للأحداث منفصلة وإنما يؤرخ إلى بناء متماسك في التاريخ ولا يركز إلا على الأحداث التي لها قيمة أو يمكن أن يستنبط منها عبرة فأمور الدنيا كما من اللافت أنه في مقدمة التاريخ يشير إلى أن أمور الدنيا متشابهة وأحوالها متناسبة هذا يذكرون مفهوم سنن التاريخ أيضا الذي سيتطور لاحقا عند أمن خلدون ينتقد أيضا اتخاذ فكرة التاريخ للسمر واستجلاب النوم يعني حكاية وقصص لأنه يضفي عليه قيمة أو بعدا أخلاقيا يمكن أن يحتذا أو يستفاد منه لدرء ما يتوقع تكراره وحدوثه ثانية فهو لا يهتم بفكرة الجمع كما فعل الطبري جمع الأخبار والمرويات وإنما يركز فقط كما قلت على الأحداث التي لها قيمة من هنا طبعا إشارة سريعة وسأعود إلى هذا لاحقا وهو استخفاف الجابري بكتاب تجارب الأمم لأنه من الواضح أنه لم يقرأه وإنما تصفحه كعادته أنه لا يقرأ الكتب وإنما يتصفحها قال أنه هذا كتاب بش مهم وكتاب يكاد يكون نقلا حرفيا عن الطبري طبعا دليل أنه لم يقرأ لا المقدمة ولا أجزاء من الكتاب حتى هذا الكتاب تجارب اهتم به المستشقون في القامة التاسع عشر حتى أنه ترجمة أجزاء منه إلى اليونانية وترجمها بعد ذلك مارجيليوث إلى الإنجليزية وعدد بعض المستشقين ركزوا على شخصية مسكويه المؤرخ من خلال هذا التاريخ وهذا التاريخ مهم جدا لأنه هو الذي جعل في نظر عدد من المؤرخين المستشقين مسكويه أهم مؤرخ في القرن الرابع الهجري وأنه لمعرفة تفاصيل حياة الدولة البويهية لا بد أن نرجع إلى هذا التاريخ تحديدا المهم من جهة التاريخ الفلسفي وهذا ما يهمنا هنا أنه كتاب في الفلسفة الأخلاقية كتاب تهذيب الأخلاق في الفلسفة الأخلاقية حتى نضع مسكويه على خارطة الفكر الفلسفي الأخلاقي نحن نعرف أن الكندي كان فيلسوف لقب بأنه فيلسوف العرب والكندي أول فيلسوف عربي الكندي توفي سنة 256 للهجرة ركز على مسألة مركزية وهي الطبيعيات والرياضيات فانشغل كثيرا بمسائل الطبيعيات والرياضيات ثم جاء بعده الفرابي واللقب بالمعلم الثاني تبعا لأرستو المعلم الأول لأنه بنى على الكندي وحاول أن يوفق بين فلسفتي الحكيمين أفلاطون وأرستو الفرابي مات 339 للهجرة يعني أنه مات في النصف الأول من قرن الرابع الهجري يعني أنه ينتمي إلى القرن الرابع الهجري ولكن الفرابي ركز على الميتافيزيقة وعلى المنطق على الإلهيات وعلى المنطق إذا كان الكندي ركز على الطبيعيات وعلى الرياضيات فالفرابي ركز على الإلهيات وعلى المنطق فيبدو أن مسكويه جاء بعد ذلك فنظر إلى خارطة التفكير الفلسفي فوجد أن الانشغال الأول كان على الطبيعيات والرياضيات ثم على الإلهيات والمنطق فهو حاول أن يملأ فراغاً جديداً مختلفاً وهو الحكمة العملية التي سماها اليونان الحكمة العملية نحن نعرف أن تصور اليوناني القديم كان يقوم على أن الحكمة مركزية والحكمة تنقسم إلى قسمين حكمة نظرية وحكمة عملية حكمة نظرية هي الفلسفة التي نسميها اليوم هي الفلسفة حكمة العملية هي التي يتفرع منها أمران أو ثلاثة أمور حقيقة السياسة والأخلاق والاقتصاد ولذلك يسمون الاقتصاد كانوا تدبير المنزل وسياسة تدبير العامة والأخلاق تدبير النفس فجاء مسكوه ليؤسس في مجال إن شغل فيه الآخرون الذين قبله جزئياً ولم يولوه عناية كاملة فليس هناك إسهان كبير للفرابي ولا للكندي في المسائل الأخلاقية يعني الكندي له رسالة صغيرة فقط سماها كتاب الحيلة لدفع الأحزان يعالج مسألة مركزية وجزئية وهي كيف يحاول أن يفلسف مسألة الحزن وكيف يمكن للإنسان أن يدفع الغم والحزن إذا أهمه هم أو دهمه حزن وهي رسالة صغيرة الفرابي مثلاً له رسالة في الأخلاق ولكن لو وضعنا الأخلاق على خارطة انشغالات الفرابي سنجدوها هامشية لأنه شغل أكثر بمسائل المنطقة والإلهيات فإذن مسكويه أول فيلسوف يتوفر على دراسة الأخلاق بوصفها حقلاً مستقلاً ويحاول أن ينظر فيها ولذلك كتب عدداً من الكتب كما قلت فإذن ملأ فراغاً لم ينشغل به السابقوه وانشغل أيضاً في السياسة لأنه كما قلت كان من خلطة مع ملوك وزراء بني بويه وعنده خبرة طويلة وتجربة طويلة وكتب التاريخ له كتاب في كتب التراجم تذكر له كتاباً بعنوان سياسة الملك أو سياسة سلطانية لا نعرف شيئاً عن هذا الكتاب للأسف أيضاً لأنه تذكر جيداً أننا نتحدث عن زمن فيه معاصره أيضاً أو قريب منه الماوردي المشهور الماوردي توفي 450 للهجرة فمسكويه مات 421 فيعني تقريباً في جزء من الحياة جمعهما على الأقل وإن كان باختلاف الجغرافية الماوردي كان في بغداد المهم لهذا السبب بناء على تصور هذه الخارطة الخارطة التفكير الفلسفي الإسلامي نستطيع أن نفهم لماذا مسكويه كان مركزياً ولماذا سمي فيلسوف الأخلاق؟ أو لقب المعلم الثالث؟ لأنه شغل بالفلسفة الأخلاقية والحكمة العملية عرف زمان مسكويه تحديداً ثلاثة أنواع من الكتابات الأخلاقية الأخلاق الدينية والحكمة الأخلاقية والأخلاق اليونانية أخلاق الدينية كانت تتمثل بشكل أساسي في أخلاق المتصوفة الأخلاق الصوفية طبعاً هناك الأخلاق الحديثية أيضاً التي دوانها عدد من المحديثين بدأ من البخاري ومن أبي الدنيا وغيرهم ولكنها كانت أخلاقاً سردية ليس فيها هذا البعد النظري الذي ينشغل به الفلاسفة فإذاً هو انشغل الأخلاق في زمان مسكويه كانت إما أخلاقاً دينية أو الحكمة الأخلاقية التي أخذت صيغة أدبية أبرز روادها كان ابن المقفع الذي كتب الأدب الكبير والأدب الصغير وأيضاً مسكويه نفسه الذي كتب الحكمة الخالدة وكتب أنس الفريد وكتب لغز قابس فانشغل أيضاً بهذه الحكمة الحكمة الأخلاقية والأخلاق اليونانية طبعاً التي حيمنت على التفكير الأخلاقي الفلسفي في الإسلامي في هذا الزمان في هذا القرن الرابع الهجر أبرز الثلاثي البارز الذي ترك أثره كبيراً على التفكير الفلسفي الأخلاقي الإسلامي هو أفلاطون وأرسطو وجالينوس هذا الثلاثي الذي سنجدوه حاضراً بقوة في كتابات مسكويه وكتابات غيره أيضاً ننتقل إلى الحديث عن كتاب تهذيب الأخلاق تحديداً الآن وهو المحور الخامس تهذيب الأخلاق كما قلت العنوان هو تهذيب الأخلاق وتطهير العراق غرض مسكويه من هذا الكتاب يوضحه في المقدمة التي بين إيديكم سنحاول أن نقرأ جزءاً فقط من هذه المقدمة أنا حاولت أن أضع علامة على الكلمات المهمة أو العبارات المهمة المركزية في نص مسكويه سنحاول لنتصل بالنص نفسه حتى لا نتحدث عنه في غيابه سنحاول أن نقرأ هذا المقطع الذي بين إيديكم الآن قال أحمد بن محمد بن مسكويه لاحظوا هذه الصيغة بابن مسكويه كما قلنا أنه خطأ لن أخوض في تفاصيل من أين جاء الخطأ جاء الخطأ من أنه بن لقب لجده لأبيه له لا يهمنا الآن هنا غرضونا في هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقاً غرضونا في هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقاً تصدر به عن الأفعال كلها جميلةً وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطريق في ذلك أن نعرف أولاً نفوسنا ما هي وأي شيء هي ولأي شيء أوجدت فينا أعني كمالها وغايتها وما قواها وملكاتها التي إذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العليا أو العلية وما الأشياء العائقة لنا عنها وما الذي يزكيها فتفلح وما الذي يدسيها فتخيب فإن الله عز وجل عز من قائل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولما كان لكل صناعة مبادئ عليها تبتنى وبها تحصل أو تحصل وكانت تلك المبادئ مأخوذة من صناعة أخرى وليس في شيء من هذه الصناعات أن تبين مبادئ أنفسنا كان لنا عذر ليس شيء تبيين مبادئ أنفسنا أو أن تبين مبادئ أنفسنا كان لنا عذر واضح في ذكر مبادئ هذه الصناعة على طريق الإجمال والإشارة بالقول الوجيز وإن لم يكن مما قصدنا له واتباعها بعد ذلك بما توخيناه من إصابة الخلق الشريف الذي يشرف شرفا ذاتيا حقيقيا لا على طريق العرض الذي لا ثبات له ولا حقيقة أعني المكتسب بالمال والمكاثرة أو السلطان والمغالبة أو الاصطلاح والمواضعة فنقول وبالله التوفيق ويبدأ الحديث عن هذا الكذاب لاحظوا الجملة الأولى قال ماذا قال أو السطر الثالث الغرض الأول إذن هو أن نحصل لأنفسنا خلقا تصدر به عننا الأفعال كلها جميلة بمعنى أنه كيف نهذب أخلاقنا بحيث تكون أفعالنا حسنة وصالحة كلها والخلق هو الذي يحصل بلا مشقة ولا كلفة ولذلك قال تكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة لأن الفعل الذي نفعله بكلفة ومشقة ليس خلقا لنا الخلق هو الطبع والسجية فكيف نحصل لأنفسنا نغير أخلاقنا حتى تصدر عننا الأفعال بغير كلفة ولا مشقة بمعنى أنها كأنها طبع ثاني من اللافة طبعا لما قال ويكون ذلك بصناعة بالسطر الثالث قال ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي جاء الجابري ونقل هذه الجملة وقال وعلى ترتيب صناعي ورح طرح سؤالا لا معنى له أنه بنى على هذا الترتيب الصناعي من الطريف أنه قال هذا يطرح سؤالا أنه هل هناك فرق هل نحن أمام انتقال من الحديث عن الأخلاق كعلم إلى الحديث عن الأخلاق كموعظة أو من الموعظة إلى العلم بناء على الصناعي ويقصد أنه العلمي يعني بينما هو يقصد تعليمي لأن الملحظ التعليمي الذي سينتقده لاحقا الجابري عليه على أنه وعظ هو حرف الكلام هنا ففهم فهما آخر عموما لاحظوا أيضا ملاحظة أخرى في النص أنه أن نعرف أولا نفوسنا في السطر الرابع والطريق في ذلك أن نعرف أولا نفوسنا طبعا هذه مقولة مشهورة لسقراط أنه على الإنسان أن يبدأ معرفة نفسه ولاحظوا بعد ذلك استدل بآيتين على هذا المعنى فيما بعد عموما فإذن هذا الغرض من تأليف الكتاب بدأ واضحا لنا الآن وهو قصده تهذيب الأخلاق أن يعلمنا بطريقة علمية وخاصة لطلاب الفلسفة الأخلاقية هذا الغرض التعليمي لم يكتب هذا الكتاب للعامة كتبه لطلاب الفلسفة كما يذكر ذلك في نهاية المقالة الثانية وقبل الدخول في المقالة الثالثة من الكتاب يذكر ذلك بوضوح حتى يقول أنه حتى يسهل على المتعلم والجملة تلك في نهاية المقالة الثانية مرتبطة بهذه الجملة في بداية الكتاب الذي لم يتنبه له الجابري ولم يقرأه جيدا فإذن الغرض واضح أنه تعليمي وفي موضع آخر يقول غرضنا في منتصف الكتاب أيضا غرضنا في هذا الكتاب السعادة الخلقية يقول أيضا في منتصف الكتاب تقريبا قال وعملناه لمحبي الفلسفة خاصة لا للعوام في نهاية المقالة الثانية من الكتاب وقبل الدخول في الثالثة إذن وأسئلة الكتاب التي ينشغل في الإجابة عليها واضحة في المقدمة التي قرأناها الآن إذن هو يبدأ سيعالج في هذا الكتاب أو يحاول الإجابة على أسئلة مركزية سؤال الأول وهو ما هي النفس وأي شيء هي ولأي شيء وجدت فينا الغرض من وجود النفس هذه ما هي ولماذا وجدت وما قواها وما ملكاتها والسؤال الثاني المركزي أيضا وهو ما الأشياء التي تعوقنا عن أن تصدر عن الأفعال حسنة وما الأشياء التي تساعدنا على أن تصدر الأفعال عنها حسنة فهو الأشياء التي تساعدنا على التزكية وعلى التدسية التي هي عكس التزكية فإذن هو سيحاول في هذا الكتاب أن يجيب على هذه الأسئلة المركزية كما هو واضح والكتاب فعلا إجابة على هذه الأسئلة ولكن بطريقة الفلاسفة ولكن بطريقة الفلاسفة الكتاب مكون من ست مقالات في بعض النسخ مكون من سبعة والفارق بسيط هو فقط في الترتيب لأنه لم يضع عنوين للمقالات العنوين هذه من وضع بعض المحققين الذين نشروا الكتاب المقالة السابعة والسالسة تتداخلان فيصبح المقالات ستة أو ستا وفي بعض النسخ تصبح سبعة يعني فالفارق ليس هناك نقص ولكن فقط الفوارق بسيطة في طريقة عد هذه المقالات المقالة الأول هو مبادئ الأخلاق يحاول أن يعرفنا في المقالة الأولى لنسميها فصلا قلنا نقول الفصل الأول الآن النفس وقوائها القوى الأساسية المركزية للنفس ويحدثنا عن الخير وعن الفضائل والرذائل ما هي الفضائل وما هي الرذائل وما هو الخير والنفس وما هي قوى النفس الأساسية المقالة الثانية يحدثنا فيها عن الخلق وتهذيبه ما هو الخلق وكيف نهذيبه وهنا يتحدث عن الكمال الإنساني وسبيل الوصول إلى هذا الكمال الإنساني المقالة الثالثة يتحدث عن الخير والسعادة وما الفرق بينهما ما الفرق بين الخير والسعادة سأوضح ذلك لاحقا العدالة أيضا في الفصل المقالة الرابعة يحدثنا عن العدالة ومراتبها وكيفياتها والخامس يتحدث فيه عن المحبة والصداقة والثالث يحدثنا فيه عن صحة النفس وهو ما سماه سابقه وسلفه الراجي الطب الروحاني وهو في هذا الفصل أو في هذه المقالة يبدو متأثرا بالأبو بكر الرازي الطبيب أبو بكر الرازي الطبيب هذا كان فيلسوفا وكان طبيبا مشهورا وشهرته بالطب أكثر وتوفي في حدود سنة 311 وفي بعض الأقوال أنه يستوفي سنة 320 للهجع كان إذا الطبيب الرازي هذا كان إذا أراد أن يكتب وكان إذا أراد أن يستمر في الكتابة في الليل كان لا يكتب إلا وأماه زجاجة خمر فمما يدل على طريقة رؤيته وتصوره أو علاقته بالدين أو الشريعة في ذلك الزمان مهم صحة النفس هي المقالة السادسة ولما قلت أنه في بعض النسخ سبعة السابعة تكون علاج النفس علاج النفس الآن ما الأفكار الرئيسية التي تدور حولها الكتاب يبدو أنني ما زال معي دقائق أظن حسب الخمسين دقيقة أين سليمان عموما يحدثنا عن موضوع الأخلاق موضوع الأخلاق يقول هو العناية بالنفس وحملها على تحقيق الفضائل وتجنب الرذائل كيف نحملها على الفضائل حتى تكون فاضلة وكيف نجنبها الرذائل حتى لا تكون رذيلة أو متحلية بالرذائل ووظيفة الأخلاق في تصور مسكويه هي أن تعرف الإنسان كيف يحمل نفسه على أن تصدر أفعاله عنه عن فكر روية وكيف يتجنب أن تصدر عنه الأفعال من دون فكر ولا روية يعني أنت يعني فإذا هو يعلمنا كيف أن نجعل أفعالنا بالطريقة العلمية كيف نجعل أفعالنا تصدر عن فكر وروية ويميز كيف نميز بين أفعالنا حتى نراجع أنفسنا ونقودها ونقوم الأفعال ونصلح من أخلاقنا التي تدفعنا إلى هذه الأفعال وهذا لا يتم إلا عبر معرفة قيوى النفس وهذه مقولة أساسية الآن في موضوع النفس وهي المقولة المركزية هنا إذا قلنا أن موضوع الأخلاق هو معرفة أو العناية بالنفس وقواها حتى نصلها الأفعال النفس، التصور اليوناني والتصور الذي بنى عليه مسكويه نفسه هو أنه كل الأفعال التي تصدر عن الإنسان جسد ونفس الآن هذا الجسد والحركات التي تصدر عنه هي فقط هذا الجسد ميت من دون النفس وبالتالي كل الحركات التي تصدر عن هذا الجسد مصدرها النفس وليس الجسد نفسه وهذه النفس تصدر عنها الأفعال من خلال قوى محددة هي التي تحرك الإنسان أو تحرك هذا الجسد لهذه الأفعال هذه القوى تدور عند فلاسفة يونان وخاصة فلاطون والذي بنى عليه مسكويه تدور على ثلاث قوى مركزية القوى الغضبية والقوى الشهوية والقوى الناطقة القوى الغضبية هي التي تحرك الإنسان لأن يدافع عن نفسه ويصون بقاءه فهي التي تدفعه إلى أن يحمي نفسه ويصون بقاءه فكل الأفعال المتصلة بالكبر وبالغضب وبالعدوان وبالظلم وباقي الأخلاق هي صادرة عن القوى الغضبية التي داخل الإنسان القوى الشهوية هي التي تحركه لأن يلبي رغباته وملذاته في الدنيا فكل الشهوات والملذات مصدرها القوى الشهوية هي التي تدفع الإنسان لتحقيق هذه الملذات والرغبات والقوى الناطقة هي صادرة عن الحكمة والعقل وفيها ملكة التفكير والتمييز فالآن هذه قوى النفس الثلاث عند مسكويه وقبله عند أفلاطون الفلاسفة اللاحقون أضافوا قوى أخرى لن أخوض فيها فأفعال الإنسان تصدر عن هذه النفس فالنفس هي الفاعل الحقيقي وليس الجسد نفس هي الفاعل الحقيقي وليس الجسد وهذه النفس جوهر مختلف عن الجسد ولذلك جوهر مختلف في الطبيعة وفي الخصائص وفي الأفعال وفي الصفات ولذلك أفعال الجسد هي الرغبات والملذات هذه هذه منتصقة بالجسد والنابعة عن القوة الشاهوية ولكن النفس في طبيعتها أنها جوهر مستقل عن الجسد هذه دائما عندها نزوع نحو المثل والقيم العليا وبالتالي دائما أفعالها تتشوق إلى أفعال الخير وتهرب من أفعال الشر بالأصل والتالي الأفعال الشر هي متصلة بالشهوة والغضب الشهوة والغضب وأفعال الخير متصلة بالعلوم والمعارف ولذلك يكون الإنسان فاضلا بحسب ترقيه في هذه المراتب وبحسب طلبه للخيرات أو لملذات والشهوات فإذا طلب الملذات والشهوات استغرق فيها صار غير فاضلا وإذا ترقى عن الرغبات والشهوات وانخرط ومشى وراء تحصيل العلوم والمعارف والخيرات يصبح إنساناً فاضلا لأن الفضائل هي الألصق بالنفس والملذات والشهوات هي الألصق بالجسد فإذا من هنا طبيعة النفس مختلفة ومغايرة لطبيعة الجسد وأفعاله فالأفعال تصدر عن الأفعال الإنسانية نوعان النوع الأول هي الأفعال التي تصدر عن الجسم مرة أخرى رجعنا إلى الثنائية الجسم والنفس الأفعال التي تصدر عن الجسم هذه أفعال حيوانية لا يميز الإنسان فيها عن الحيوان شيء ما يصدر عن الإنسان في الشهوات والملذات هذه هو ما يصدر عن الحيوان سواء بسواء لأنها أفعال جسدي متصلة بطبيعة الجسد بينما الأفعال النفسية هي التي تميز الإنسان عن الحيوان وبالتالي هي أفعال إرادية والأخلاق تنشغل بهذه الأفعال الإرادية لا تنشغل بالأفعال الجسدية التي يشترك فيها مع الحيوان يعني التغذية والنمو كل الحيوانات هنا بمعنى أنه التي فيها حياة فيها نزوع نحو الحياة أو فيها نمو وتطور كل أجناس الحيوان تشترك في هذه قوة التغذية والنمو والإحساس أيضاً بينما الأفعال الأخرى الإرادية هي التي تميز الإنسان وتصدر عن أفعاله عن تفكيره ورويتي وهي التي تنقسم إلى خيرات وشرور خيرات طبعاً كما قلت هي التي تحصل بإرادة الإنسان وسعيه نحو الغايات التي وجد من أجلها والشرور هي الأفعال التي تصدر بإرادته ولكن على عكس ما خلق له أو التي تصدر بكسله وتقاعسه عن أن يفعل شيئاً مما هيئ له أو وجد لأجله هذه باختصار الفكرة المركزية في الكتاب وتحدثنا عن ثلاث قوى للنفس صح؟ تحدثنا عن القوى الشهوية والقوى الغضبية والقوى الناطقة أو العقلانية أو العقلية هذه القوى الثلاث تصدر عنها ثلاث فضائل كبرى أو تتصل بها ثلاث فضائل كبرى القوى الشهوية المفترض تصدر عنها فضيلة اسمه العفة فالمفترض في الإنسان أن لا ينساق وراء شهواته فيصبح عنده شرح ولا أن ينكمش عن الملذات لأنه لا قوام لحياته إلا بتحصيل شيئ من الملذات فالقصد أنه أن يحصل وسطا بين الرذيلتين اللي هي الشرح والانقباض والجمود عن تلبية الرغبات والملذات الضرورية فالوسط هو فضيلة العفة وهي المتصلة التي يجب على القوى الشهوية أن تحصلها القوى الغضبية يصدر عنها فضيلة وهي فضيلة الشجاعة الآن فضيلة الشجاعة هي وسط بين الرذيلتين الإشراف تهور والانكماش جبن والشجاعة هي الفضيلة الوسط بين الرذيلتين وهي التي تتصل بالقوى الغضبية والقوى الثالثة وهي القوى الناطقة أو العقلانية هي التي تتولد عنها فضيلة وهي فضيلة الحكمة والحكمة كلها خير ليس لها حد تقف عندها وليس لها طرفان فهي كلها خير ويراد الاستزادة منها قدر ما يستطيع الإنسان الآن صار عندنا ثلاث قوى وثلاث فضائل الفضائل الشجاعة والعفة والحكمة الآن والثلاث قوى الناطقة والشهوية والغضبية الآن المفترض بالقوى الناطقة أن تتحكم بالقوى الشهوية والغضبية فإذا القوى العقلانية والناطقة هذه تحكمت بالقوى الشهوية والغضبية للإنسان أصبح متزن وأصبح فضيلا فبتحيث أفعاله لا تصدر إلا عن فكر وروية وليس نتاج القوى الغضبية والقوى الشهوية لأن القوى الغضبية والقوى الشهوية ليست عاقلتين فإذا القوى الناطقة تحكمت في القوتين الأخرين وحصل بالانس حصل توازن في الجسم تولد فضيلة العدالة فصالت فضائل أربعة وهي الفضائل المركزية تتفرع عنها كل الفضائل والرذائل أيضا العفة شجاعة الحكمة العدالة وهذه الفضائل الأربعة وعنها تتفرع كل الفضائل كما قلت الآن أقريبا أنا استهلكت الوقت ساعة إلا دقائق سأختم بالحديث عن كما قلت لكم سأشرح الفرق بين العدالة والخير والسعادة الخير والسعادة طبعا السعادة هي القيمة المركزية عند مسكوي كل هذا النقاش الأخلاقي بهدف واحد وهو قيمة مركزية عند مسكوي وعند اليونان أيضا في الفلسفة اليونانية وهي تحصيل السعادة ولكن الخلاف بين مسكوي وفلسفة اليونان هو ما هي هذه السعادة وكيف نحصلها الآن أريستو كان يقول أن السعادة مرتبطة بخمسة أمور الصحة البدن تحصيل الثروة المال والأعوان ذكر الحسن بين الناس وغير ذلك أن يكون جيد الرأي عنده رأي سديد ومشهورة حسنة وأن يكون ناجح في أموره الدنيوية فيكاد يكون أريستو يحصل السعادة في المسائل الدنيوية فقط ما فيش أخرى في تفكير أريستو بعض الرواقيين قالوا أنه لا البدن جزء من النفس البدن جزء من النفس وبالتالي جزء من الإنسان عفون والذي من النفس وبالتالي إذا حصلت سعادة للنفس فقط تصبح ناقصة لابد أن تحصل السعادة في النفس وفي الجسد وفي أشياء خارجة عن الجسد فإذا اجتمعت هذه كلها تصبح السعادة كاملة بقينا أيضا في الاعتبارات الدنيوية مسكويه يحاول أن تجاوز هذا كله طبعا قبل أن أقول المسكويه بعض الحكماء قبل أريستو وفلاطون قالوا أن السعادة هي في النفس وحدها كل الفضائل والسعادة هي في النفس وحدها البدن هذا ما له علاقة ولا خارج البدن فإذا هي في النفس والفضائل هذه مرتبطة بالنفس الداخلية فقط وإذا حصل الفضائل هذه نفسيا يصبح سعيدا مسكويه يتجاوز هذه النقاشات ويقول أنه لا أن السعادة أن الإنسان ذو فضيلتين فضيلة روحية وفضيلة جسدية فضيلة روحية تتصل تناسب الأرواح طيبة مثل الملائكة والفضيلة الجسدية تناسب الأنعام والدواب الحيوانات عموما لأنه مركب منها في كل الأحوال مثل باقي الحيوانات يشترك معها في أشياء كثيرة الآن السعادة أو السعيد تحديدا يكون بإحدى مرتبتين بناء على هذا التقسيم للفضيلتين فضيلة روحية وفضيلة جسدية السعيد إما أن يكون واقع ومنغمس في الفضيلة الجسدية ولكنه يتطلع إلى الفضيلة الروحية ويسعى إليها بغض نظر وصل هؤلاء ولكنه يسعى إليها باستمرار ويحاول أن يحصل يحصلها والمرتبة الثانية أن يكون منغمسا في الفضيلة الروحية ولكنه يتناول من الفضائل الجسدية أشياء فقال لا سعادة إلا خارج هاتين المرتبتين إذا طلع بره هاتين المرتبتين يصبح كالأنعام بالأضل وسأقف هنا والحمد لله رب العالمين في النقاش سأضيف بعض الأفكار حول تلقي الكتاب في سؤال هناك يسأل هل يستشهد مسكوية في كتابه بالقرآن والسنة النبوية من الواضح كما قرأنا في المقدمة أنه يستشهد ببعض الآيات أيضا ويستشهد ببعض الأحاديث النبوية صحيح ما الفرق بين مصطلحي الخلق والأدب وهل يفرق بينهما مسكوية الخلق يحيل إلى عند مسكوية هو حال للنفس داعية لها إلى جميع أفعالها من غير فكر ولا روية حال للنفس داعية لها إلى جميع أفعالها من غير فكر ولا روية ولذا قلت لكم أن الفاعل الحقيقي هو النفس وليس الجسد فالجسد يأتمل بأوامر النفس وهي التي تحركه وبالتالي تحركه من خلال ماذا؟ من خلال القوة الثلاث التي تحدثنا عنها حسب نوع الفعل نحدد مصدره فإذا فهمنا نحددنا نوع الفعل إذا كان مرتبط الفعل بالملذات والشهوات فإذا مصدره القوة الشهوية إذا كان مرتبط بأوامر الغضب والشجاعة أو التهور أو ما شابه ذلك أو الكبر أو التجبر أو الظلم فهو مرتبط بالقوة الغضبية التي سادت وتحكمت في الإنسان وغلبت القوة الناطقة فأقدم فأصبح فظلم فالظلم هو نتاج تحكم القوة الغضبية في الإنسان وتراجع القوة العقلانية فإذا هذا هو الخلق هو حال للنفس هيئة للنفس هذا التعريف أخذه من جالينوس وبعد ذلك أخذه منه الإمام الغزالي وأخرون أنه حيئة للنفس أو حال ناصخة في النفس هي التي تحركها بين الأداب عامة تحيل في هذا السياق إلى المسائل العملية أو الحكم والأمثال وليس إلى المسائل النظرية التي تأخذ طبعاً فلسفياً ولذلك نحن نفرق بالإنجليزية بين إثيكس وبين مورال مورال مختلفة عن إثيكس إثيكس عادة نحيل فيها إلى البعد النظري والفلسفي في الحديث عن الأخلاق بينما المورال أو الموراليتي تحيل إلى المسائل العملية والتطبيقية ولذلك صار عندنا أخلاق التطبيقية بس ما في أبلايد يعني أو البعض عكس أبلايد إثيكس مصطلح أمريكي للخروج من مأزق الفرق بين الموراليتي وبين الإثيكس نقاش في هذا يطول لا أريد أن ندخل فيه الآن سؤال الثاني ما الفرق بين علم الأخلاق وعلم التصوف حيث إن علم التصوف أيضاً يركز على تهديب النفس حتى تصدر عنها أفعال محمودة في فارق في فوارق بين التصوف والأخلاق طبعاً علم التصوف هو علم الأخلاق في تصور تاريخ حضر الإسلامية أيضاً ولكن الفارق أن تصوف ذو طبيعة عملية أكثر ولكن الأخلاق في التصور اليوناني وفي تصور فلاسفة المسلمين المبكرين ينبني على مساء البرهانية أكثر فالبرهان أساسي في علم الأخلاق الفلسفي بينما التصوف لا يستخدم البرهان عادةً وإنما ذو طبيعة عملية أصلاً وتربوية هذا أحد الفوارق نوعية الأخلاق التي تحكم الفلاسفة مختلفة عن نوعية الأخلاق التي تحكم الأداب الصوفية ولذلك مسكوي في هذا الكتاب ينتقد الأخلاق الصوفية والأخلاق الصوفية في تصوره مرتبطة بأخلاق الزهادة أو الزهد والعزلة بينما هو يرى أن الزهد والعزلة يعطل قوى النفس لأن الفضاء لا تتحقق إلا في سياق اجتماعي فهذا الذي ينعزل وحيداً في الصحراء أو في كهف كما كان سائداً في زمانه لأنه ليس كل التصوف هكذا هذا الذي ينعزل إنما يعطل قوى النفس وليس له جهد في تحصيل الفضائل لأن الفضائل التي تحلأ بها منعزلاً يعني ليس فيها مدافعة وليس فيها أي جهد لقوى النفس فالفضائل تحقق إلا في سياق اجتماعي في تصور في تصور ميسكوي وينتقد هؤلاء الذين يعتزلون المجتمع ويتفرغون للتنسك لأن الفضائل والسعادة لا تتحصل بالتنسك عند ميسكوي وإنما الإنسان كائن اجتماعي كائن اجتماعي منغمز في المجتمع وله أداء وله دور اجتماعي بينما الأخلاق عند بعض الصوفية هي مرتبطة بالفردانية بالفرد أولاً وبالعزلة ثانياً وهكذا وصف الأخلاق الصوفية بن خلدون في مقدمته حينما تحدث عن أنه فيها تدور حول العزلة والزهد وغير ذلك هناك فروق أخرى ليس لدي وقت كبير للحديث عنها ولكن هناك تقاطعات هناك فروق هذه الخلاصة بين التصوف والأمر يختلف بحسب عن أي نمط من التصوف نتحدث ما دور القلب في تهديب الأخلاق هناك سؤال يسأل حول هذا القوة الناطقة التي تحدث عنها مسكوي وتحدث عنها فلاسفة اليونان مكانها القلب بعضهم يقول الصدر قلب والصدر شيء واحد في تصور اليوناني بينما القوة الشهوية مصدرها البطن أو مكانها عفواً مش مصدرها مكانها البطن والقوة عفواً أنا قلت القوة الناطقة مصدرها الرأس والدماغ عند اليونان والقوة الغضبية مصدرها القلب أو الصدر عند اليونان وعند مسكويه أيضاً مكانها والقوة الشهوية مكانها البطن أو الكبد فوزعوا القوى قوى النفس على أجزاء محددة من الجسد الآن النقطة المهمة أنه فلاسفة اليونان ومسكويه وآخرون ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية لا يميزون بين الروح والنفس بينما عندما ننتقل إلى الصوفية سنجد أن هناك تمييزاً واضحاً بين النفس وبين الروح النفس في الأغلب يصدر عنها الأفعال الشريرة ولذلك هي مذمومة معظم الوقت عند الصوفية بينما الروح هي التي تصدر عنها هي الروح هي اللطيفة الربانية هذه أو يحيلون دائماً عادةً كمان يعرفون القلب بأنه لطيفة ربانية فالقلب ليس هذا القلب الذي نتحدث عنه ولذلك لي دراسة لما أنشرها بعد حول موضوع استفتي قلبك وإن أفتاك المفتونة وافتوك والنقاش حول مفهوم القلب ودوره نقاش طويل ولكن البعض يعبر بالقلب عن العقل وكثير من من تحدثوا عن القلب كانوا يقصدون العقل فإذا رجعنا إلى القوة العاقلة بهذا المعنى يعني عندنا ليس عندي وقت كبير للقوض في هذا ولكن عموماً القلب عند الصوفية مركزي بهذا المعنى لأنه مصدر الإلهام ومصدر تجلي مصدر التجليات والإلهامات التي هي التي تميز وفي النص القرآن القلب هو الذي يعقل هم قلوب لا يفقون بها أم على قلوب أقفالها فالقلب في النص القرآني دائماً هو مصدر العقل هو مصدر الإيمان هو مصدر الفعل هو مصدر الإرادة فالقلب هو الفاعل في التصور القرآني وفي السنة النبوية أيضاً وعند المتصوفة أيضاً القلب مركزي فهو في مكان العقل عند اليونان فالقلب عند الصوفية هو في مكانة العقل عند اليونان وجاء بعضهم مثل رشيد رضا وآخرون قالوا أن القلب والعقل شيء واحد أو يتداخلان بنفس المعنى سأختم بمعنى دقائق دقيقتين فقط وأختم بهذا في موضوع تلقي الكتاب الكتاب كما قلت هو كتاب مهم في تاريخ حضر الإسلامية وفي الفلسفة الأخلاقية خاصة لأنه أول كتاب ينظر أو يضع أسساً نظرية للأخلاق بالطريقة الفلسفية المصادر القديمة تشير إلى شيوع كتب مسكويه وتداولها في الأيدي في أيدي الناس في زمنه مسكويه تحديدا دلس بكثافة كبيرة في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين أيضا وحتى الآن لا يزال محل دراسة لأهميته ومركزيته ومع ذلك مثلاً الجابري يقول أنه غير مهم كما قلت وهذا الطريف طبعاً لأنه فهمه سطحي لإهمال الجابري وتعامله باستخفاف مع مسكويه شيء مثير للإستفزاز ولا يتوفر فيه أدنى صفات البحث العلمي ترجمت أعمال عدد من أعمال مسكويه ترجمت إلى لغات مختلفة بدأنا القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين أيضاً اهتم الإصلاحيون المدرسة الإصلاحية اهتمت بمسكويه أيضاً بكتابة هاتيب الأخلاق خاصة محمد عبدو قرأ هذا الكتاب وأعجب به ودرسه في بيته لبعض الطلبة رشيد ريضا قرأه مرتين ومرة أعتقد أنه أقرأه في المسجد وأوصى به في مجلة المنار لذلك اختبس رشيد ريضا من تهذيب الأخلاق اختباسات عديدة وذكره في سياقات مختلفة داخل مجلة المنار دراسات عديدة كتبت عن مسكويه لا تحصى في القرن التاسع عشر والقرن العشرين باللغات الأجنبية وبالعربية أيضاً أول كتاب عن مسكويه متفرد غير معروف ليس مشهوراً أقصد هو كتاب كتبه أستاذ مصري كان أستاذ علم الاجتماع في مصر في دار العلوم أعتقد أو في جامعة القاهرة نسيت الآن أستاذ علم الاجتماع درسه في فرنسا في بداية القرن العشرين نشر الكتاب عن مسكويه ومصادره وفلسفته في 1946 هذا أول كتاب علمي عن مسكويه يعني كتاب كامل لن أخذ في التفاصيل محمد أركون في أواخر الستينيات كتب كتاباً عن مسكويه كتاباً أطروحته الجامعية والكتاب عمد العزيز عزة هو أطروحته الجامعية للدكتوراه أيضاً عن مسكويه هناك كتابات عديدة يعني تتفاوت في قيمتها وفي انشغالاتها وسأقف هنا والحمد لله رب العالمين